في شأن آخر تنعقد قمة الدول السبع في إيطاليا وعلى رأس جدول أعمالها الأزمة السورية فضلا عن تمدد النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وتهديده لاستقرارها إضافة إلى ملفات أخرى منها مكافحة الإرهاب والعلاقات مع روسيا اللافت أن من أبرز ما يصعى بعض المشاركين في المؤتمر إلى التوصل إلى إجماع بشأنه فيما يخص سوريا السعي لممارسة ضغط إضافي على روسيا بالتهديد بفرض عقوبات إضافية عليها إن هي أبقت على دعمها للرئيس السوري بشار الأسد وإن هي استمرت في إبقاء قواتها على الأرض السورية قراءة سباعية مشتركة لملف أحادي بات رقما صعبا في قائمة مشاكل العالم الحالية بينما يبقى البيت الأبيض أو يبقي الباب مفتوحا على شن المزيد من الضربات في سوريا بعد قصف مطار الشعيرات العسكري قبل أيام اجتماعات وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة لوكا غربي إيطاليا تأتي في وقت تسعى فيه الدول السبع للتوصل إلى جبهة موحدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا إذ من المتوقع أن تدخل أزمة السورية على المحادثات مع تركيز الجهود على كيفية الضغط على روسيا للتخلي عن دعم الأسد بعد الهجوم الكيموي في بلدة خان شيخون في ريف إدلب الأسبوع الماضي فوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي ألغى زيارته لروسيا يرجح أن يقتلح خلال القمة التي تستمر يومين فرضى عقوبات جديدة على روسيا إذا استمرت في دعمها للأسد أما وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون فانتقد روسيا بشدة معبرا أنها فاشلت في منع النظام السوري من تنفيذ الهجوم الكيموي على خان شيخون وهو سيتوجه مباشرة بعد القمة إلى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف مما يفسر سعي الوزراء لمحادثات مثمرة في إيطاليا للتوصل إلى مجموعة مطالب يواجه فيها تيلرسون الروس لكن الموقف الأمريكي نفسه بشأن سوريا لا يزال ملتبسا بالنسبة لشركاء واشنطن وسيضطر تيلرسون لإضاحة أولويات البيت العبيض وهو من أعلن أن الموقف العسكري الأمريكي لم يتغير وأن أولوية بلاده في سوريا لا تزال القضاء على داعش وسيناقش وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان أيضا الأزمة في ليبيا والعلاقات مع إيران وانعدام الاستقرار في أوكرانيا وسط حديث دبلوماسي أمريكي وبريطاني عن عرض ستقدمه الدول السبع للرئيس الروسي فلادمير بوتين يقضي بانسحاب القوات الروسية من سوريا ووقف دعم دمشق مقابل إعادة ضم روسيا لمجموعة السبع بعدما طردت منها إثر ضمها جزيرة القرم معنا الآن من أسطنبول عضو الاتلاف الوطني السوري جورج صبرا مساء الخير أستاذ جورج مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار سأسألك بعد قليل عن تصريحات البيت الأبيض هذا المساء تصريحات لافتة للمتحدث باسم البيت الأبيض حول إمكانية استمرار الضربات ولكن قبل ذلك دعنا نتحدث عن الدول السبع المجتمع في إيطاليا ثلاث قضايا فيما يتعلق بالملف السوري أولا إيجاد موقف موحد على ما يبدو بين هذه الدول من الصراع في سوريا كيفية ممارسة الضغط على روسيا للنأي بنفسها عن نظام الرئيس بشار الأسد وأيضا هذه الدول تريد توضيحات من واشنطن على ما يبدو حول سياستها في سوريا إلى أي مدى برأيك هذه الأمور الثلاثة يمكن تحقيقها في هذا الاجتماع يبدو أن الدول السبع التي اجتمعت اليوم في إيطاليا كانت تنتظر بشوق وبلهفة العودة الأمريكية إلى قضايا المنطقة بعد غياب طويل لأن هذه الضربة التي قامت بها الولايات المتحدة أعادت التوازن إلى المنطقة التوازن الإقليمي والدولي والذي كان الجميع بحاجة لي هل من فعل أعادت التوازن أستاذ جورج أم أعطت لانطباع بأنه هناك إمكانية لعودة التوازن هو مقدمة واجتماع اليوم هو لتثمير هذا الزخم الذي أعطته هذه الضربة لأن الإنفلات الإيراني في المنطقة دون قيود أو حدود لم يعد يطاق ولم يعد يشكل خطرا على سوريا والسوريين فقط إنما على مجمع المنطقة كذلك أيضا استفراد الروس في قضايا المنطقة في الوضع الميداني على الأرض وكذلك تطاولهم على الملف السياسي بشأن مسار أستانا الذي فتحوه أو مسار جينيت لذلك لا بد من عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي عبر التوازن لذلك تأمل هذه الدول الآن أيضا في تشكيل حلف حقيقي يواجه هذا الحلف الذي برز يوم أمس بين روسيا وإيران التي أظهرت ليس نوع من الامتعاد فقط إنما الرغبة في التصدي والتهديد أيضا لمن يقترب من بشار الأسد فنحن الآن أمام حركة مفصلية تهم قضايا المنطقة تهم أوروبا وانخراط هذه الدول السبع فيها هو عامل مهم فعلا من أجل الدفع باتجاه عملية سياسية حقيقية ومثمرة تخرج الاستفراد الروسي الذي جرى وتحركاته عديمة الجدوى في ثلاث اجتماعات في الأستانة لم يستطع أن يضمن حتى وقف إطلاق النار وخاصة بعد أن تبين الآن والجهد الأوروبي والعالمي يتهم روسيا بأنها تواطأت أو تغاضت عن استمرار النظام في تحصله على مخزون من السلاح الكيماوي ولم تكن الاتفاقية اتفاقية تدمير هذا السلاح التي تمت عام 2014 عقب استخدامه الكبير والمريع في غوط الدمشق لم يكن هناك صدقية في تنفيذها والاتهامات لا توجه للنظام السوري فقط توجه للروس أيضا هذه الدول برأيك سيد زورج هل بالفعل قادرة على إقناع الروس كما هو أحد الأهداف المعلنة لهذا الاجتماع بوقف الدعم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد روسيا اليوم الداعم الأساسي والحليف الأبرز لهذا النظام منغمسة فعليا في العمليات العسكرية على الأرض كيف سينجح هؤلاء المجتمعين في إيطاليا اليوم بإقناع سيد بوتن بوقف هذا الدعم أنا أعتقد أنهم سينجحوا ويجب أن ينجحوا لماذا؟ لأن بأيديهم وسائل قوة كبيرة أول ما بأيديهم قرار مجلس الأمن 2118 الذي وافق عليه الجميع بما فيه الروس حول انتزاع السلاح الكيماوي وهو يتضح للناس جميعا اليوم أن النظام السوري ماذا لا يمتلك السلاح الكيماوي وأنه قام بلعبة بالشراكة مع الروس والروس يتحملونها المسؤولية وما تحدث به اليوم وزير الخارجية البريطاني ذو دلالة كبيرة أنهم يعدوا قوائم لمسؤولين روس وسوريين متورطين في استخدام السلاح الكيماوي هذا يعني هناك أدلة قانونية يعرفها الجميع ومستندين إلى قرارات دولية شارك الروس في صنعها كذلك أيضا كان هناك تفرد روسي بشؤون المنطقة عبر أكثر من عام ونصف ما الذي حصل في ذلك؟ جرى استخدام الأسلحة المحرمة دوليا إلى أقصى طاقة حتى يوم أمس جرى استخدام السلاح النابالم والفوسفور الأبيض في مدينة سراقب ما زالت تجري الجرائم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن للدول الكبرى في العالم لا يمكن للدول ذات المسئولية في الأمم المتحدة أن تسمح باستمرار هذا الوضع خاصة وأن التصريحات بدأت تتحدث أن بشار الأسد يسمم شعبه والروس يسممون الأمم المتحدة هل يعقل أن يستمر العالم مكتوف الأيدي أمام هذا الانفلات؟ السؤال الآخر هو هل هذه الدول المجتمعة في إيطاليا اليوم لديها بالفعل موقف موحد إزاء الأزمة في سوريا؟ الولايات المتحدة على سبيل المثال لا أحد يعرف حتى الآن ما هي أولويات هذه الإدارة فيما يتعلق بالملف في السوريا وأحد أهداف هذا الاجتماع في إيطاليا هو الحصول على مثل هذه التوضيحات من المسؤولين الأمريكيين أريد أن ألفت إلى واقعة أن الدول السبع دعت أيضا بعض الدول العربية والإقليمية للاجتماع بها غدا من أجل تأليف أكبر حلف منها تركيا المملكة العربية السعودية قطر الإمارات الأردن ومجمل هذه الدول الإقليمية والعالمية كانت من أصدقاء الشعب السوري والثورة السورية وقدمت الدعم اللازم لكن للأسف السياسة الانسحابية والمترددة الولايات المتحدة ساهمت في هذا التراجع اليوم عودة الولايات المتحدة تفتح المجال أمام قدم ثابتة لعودة المجتمع الدولي ليستحق اسمه مشكلتنا مع السياسة الأمريكية كما يعرفها الجميع عندما تحجم لا تحجم وحدها وعندما يقدم الجميع معها وها نحن نرى هذه الحقيقة وأوروبا عموما تألمت مما فعله النظام السوري من إرهابه المباشر من الإرهاب الذي استقدمه أيضا من سيل المهاجرين الذي سببه بملايين السوريين التي ضاق بها وطنها وكان ذلك ليس خيارها أيضا اتضاح الصورة جيدا أن محاربة الإرهاب لا تكون جدية وحقيقية ومثمرة إن لم تقترن بإسقاط بشار الأسد لأنه هو المولد الحقيقي للإرهاب لذلك بدأت الأصوات اليوم تجمع بأن إسقاط بشار الأسد والحرب على داعش صنوان لأن أحدهما هو الوجه الآخر للثاني دعني أزملك فيما يتعلق بهذه القضايا كان هناك تصريح الليلة عن المتحدث باسم البيت الأبيض تصريحان الأول يقول أن البيت الأبيض يبقي الاحتمالات مفتوحة لاستخدام مزيد من الضربات العسكرية في سوريا التصريح الثاني عن نفس الشخص يقول أن احتواء تنظيم داعش هو أعظم شيء يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لتوفير الإغاثة والمساعدة للشعب السوري تعليق سريع أستاذ جورج على هذه التصريحات يعني أنا أعتقد أن باعث هذه التصريحات بالمعنى الاستعداد لمواصلة العزم العسكري الأمريكي مبعثه هذا الاحتشاد الذي سببه الاجتماع الروسي والإيراني والذي بدأ بشكل يتحدى العالم والحقيقة لم يكن على صح خاصة بعد أن اجتهد الروس في محاولة تغطية النظام السوري بفبركة حكاية تبرئه من المسؤولية عن استخدام السلاح الكيماوي في خان شيخون فأنا أعتقد أنها رد على هذا الحشد الروسي الإيراني بعين حمراء لترسل رسالة أن هناك جدية كافية لدى الولايات المتحدة والآن يجتمح حولها أوروبا والدول الكبرى وكذلك الدول ذات الأهمية في الإقليم أيضا فهناك حلف دولي يواجه بشار الأسد الكيماوي يواجه من يريدون تغطيته وكذلك أيضا من يصبون الماء على يديه في ضرب العملية السياسية وعدم الدخول فيها بشكل جدي منذ عامين العملية السياسية يستخدمها النظام وحلفائه في طهران وموسكو مجرد غطاء لارتكاب الجرائم المفتوحة والمتوحشة والذي لم يستطع العالم أن يرى صورها وعندما يعرف العالم حقيقتها بالفعل على الأرض السورية سيذعر تماما لذلك لا بد من مواجهة جدية ليس من المشترط والمفروض أن تكون عسكرية فقط المطلوب فعلا أن تدفع في العملية السياسية من الباب الواسع وعلى أساسها الحقيقي تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية لا يكون لبشار الأسد ولا لزمرة الحكم أي دور فيها توفر الانتقال السياسي في سوريا وما لم يتوفر الانتقال السياسي في سوريا عبثا ستبقى شعارات محاربة الإرهاب شكرا جزيلا لك الأستاذ جورج صبر عضو الاتلاف الوطني السوري كان معنا مباشرة من أسطنبول